السلام عليكم اعزائي التلاميذ ومتابعي القناة اهلا وسهلا بكم معي من جديد اعزائي متابعي القناة الجدد اهلا وسهلا بكم معي احبتي شرفتوني ونورتوني ما تنسى شو نفضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل جرس حتى يصلكم جديدة دروس باذن الله احبتي تلاميذ سنة رابعة متوسط كيف حالكم ان شاء الله يكون الجميع بالف خير ما زالنا في المراجعة المستمرة والمتواصلة واكيد رح تكون سهلة وبسيطة معي في اللغة الفرنسية وانا مازلني مستمرة معكم في الدعم وهذا الدعم رح يكون قوي خاصة في هاد الايام الاخيرة يعني لازم عليكم تشجعوا وتبقى وتراجعوا بكل حماس وبكل نشاط ما فقاش بزاف احبتي يلا نكملوا مع بعض الى اخر يوم ان شاء الله اذا تلبية للطلب المستمر وللطلب الكبير على هاد المواضيع المقترحة الخاصة بالوضعيات الادماجية اه سراحة هاد هاد الموضوع رحو مطلوب بكثرة في القناة لانه نوعا ما يعني التوقعات رح يدور عليه اللي هو موضوع الحرب على فلسطين الموضوع حدا رح تكون فيه باكزمبل يعني وضعيات ادماجية حول التدامن مع فلسطين هي الصليداريتي عاوك الباليسطينيان وعندنا كداليك كداليك دراء ديك وعندنا كداليك ديك هاد المواضيع المطلوبة ويعني حبث انشارك معكم حسن واريكم كيف تكتبو هاد الوضعي الادماجية والمي خلال هاد الفيديو رحو نوجه تحية لتلميذا سابرينا سابرينا هي اللي كانت بعتت لي يعني هاد النموذج على الوضعية الادماجية وطلبت مني اني يعني نقشوها مع بعض. اذا سابرينا طبعيني مليح انتي وزملائك كامل يعني اللي طالبين هاد الموضوع وانتمنى لكم تتوفيق من كل قلبي ان شاء الله. اذا نشوفوا مع بعض من نقشوها مع بعض الموضوع التي تتوفروا على الموضوع يالا طبعيني أحباتي نقرأك من هذا المطلوب أو هذا الموضوع تعلين على الوضعية الادماجية يالا طبعين مليح او سمام مليح الخرح اولاً قلبت مني لجوم المدينة للأفنس طبعيني اجل عمومي وطلبت مني شرح او تنسلوا على صرارة الوضعية يعني من الاضطهاد وعدم العدالة voilà tu es désigné par ton professeur pour publier un article sur la page web de ton collège qui vise à convaincre les élèves à participer à cette compagnie donc انتا يعني كلفتا من طرف استدقاء بنشر هاد الموضوع على صفحة الواب يعني صفحة الانترنت اللي المؤسسات عتاكم والتي تهدف لي إقناع التلاميذ للمشاركة في هاد الحملة donc là hna racouf Hamtou الموضوع اللي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة يعني لازم علينا ندير حملة تضامن لفائدة أطفال فلسطين الذين يعانون من العنف والجوع والأضحة على المترجم الآن هناك فقط المترجم الآن هو المترجم الزبع دوالكال تشيبكه تكامراد لسيان الأول يسعر لذلكال يلونه رمضة دوالكاليه 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 ده هده ردجيه إم تاكس ابتوا معايا منوا راح تفهمو المطلوب منكم بشكل ادقه دوالك ردج في نص من عشرة إلا إتنى عشرة سطر يعني هذا النص راح تشرح فيه إلى زملائك أسباب أو الأسباب التي من أجلها يجب عليهم أن يساهموا في حملة التدامن هنا فهمنا التدامن مع أطفال فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا التدامن كم أكيد ستكون راح تأيدون هذه الكمبانة للسوليداريت يعني تقولون بمنا الضروري أننا نشارك في هذه الحملة تدامن لعدة أسباب وهنا راح تدكرو الأسباب الأسباب ندكروها من خلال الأعجمان يعني دي بريفيرانس راح نديرو 3 أعجمان ورح تدكرو حقوق الأطفال الفلسطينيين وش لازم علينا نديرو حتى نضامنوا معهم ورح تبعوا معي أحبتي للأخير يعني راح تفهموها بشكل أحسن إذن أحبتي بعد ما قرينا هذا السؤال تعالى يعني كما شفتوه مع بعض يعني فهمنا منه باللي راحوا يتحدث على حقوق الأطفال الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي للطفولة voilà لحنا الوضعية هذه لازم علينا نتحدثوا على لدروات دي زنفون بالسطينيين كذلك من خلال هذه القانسين ممكن أنكم تستخرجوا منها لتيتر كما قد سلكم وكذلك تعودوا تديرو لها إعادة سياغة للفكرة اللي اعطاها لكم في السؤال ونحاولوا أننا نعودوا نديرو لها سياغة من خلال هذا النموذج خاصة في المقدمة يعني هذه القانسين لما تديرو لها لعو فرميلاسيون لحين تستخرجوا منها يعني لإنتحدثوا لكم بكل بساطة دونك لحنا كمالكم تفو عندي لتروى كمالكم تفو عندي لتروى اول حاجة ما تنسوش لتتر يعني نوصل له ونعود بسكو بزاف تلاميدي نساو هاد لتتر وكذلك تخليو لالينيه لالينيه هادي هي هاداك الهامش لقبل ما نبدو لبارغراف يعني لانترودكسون خليو لها لالينيه ساحا لدفلوكمو اي لكونكوزيون والا لانترودكسون وش نديرو فيها هنا على حساب وش قلينا في لقانسين باللي في الوقت الحالي او في ايامنا هذه للاطفال الفلسطينيين يعانون من كل انواع العنف ويعني ركو تعرفوا حالة الحرب كيفاش لك لحنا هاديك الفكرة حاولوا اننا نعود نديرو لها اعادة سياغة شوفوا معي يعني في الوقت الحالي هاديك الفلسطينيين يعانون لحظوا معي عنده كلمات بسيطة كلمات مفتاحية هادو كنا قينا حمياني في السؤال سعلى لطاية الإدماجية نحاولو نستعملوهم ونستغلوهم donc les enfants palestiniens souffر هاديك الفلسطينيون يعانون يجب دون ان فسهم كلمات يجب دون ان فسهم يماما يعني والنواع العنف الاختر بشاعة المترجمات جنوانة المترجمات ستشرح الحرب والموت المترجمات سرقة بسيارة النوم هو فشكوية نهيطًا النوم هو نصرح لشخص لشخص نحن نكتب نحن نحن اللحقة نحن سيطرح نحن نحن سمكتب نحن سيطرح نحن بما أنه بحالة الملزينية لمرحة الشكل المعرفة كلمة الشكل المعرفة المعرفة الملاحة الجهة لهم التالي هو في الاسمه فإن لجمه الطابين ليس مبعدنا لجمه إنه اندسام وكبشة دوية الان ، يساعده ليساعده يساعده انه خطن فقط لجمه عادة اليوم العالمي للطفل. من الضروري. هادي هادي اه يعني اه هي نعبر بها على يعني من الضروري ان نجتمع في حملة تضامن او في حملة تضامنية اتجاه هؤلاء الاطفال من اجل عدة السباب. هادي يعني كسبناها بكل سهولة واستعملنا فيها تقريبا الكلمات المفتاحية الموجودة في السؤال. دنك بعد ما اه نديرو هاديك راح ننتقلو للعرض اللي هو لازم نديرو فيه اه تستعملو فيهم وتكسبو يعني جمل بسيطة وتكون عندها يعني تكون فعالة تكون عندها علاقة بها داك الموضوح. اه voilà. شفو معي. دابعه. دابعه. إل ساجد دنكت هماني تاره. او حجار هو عمل انساني حتى نساعدة الاطفال في الحالات الحالية أو الحالات السعبة لأنهم يستحقون الدعم أو يستحقون نقرد من قبل مدعومين. هذا هو هو الفي ر corriه. او حجار ذهو سطول سابقًا يعني كل سهولة بكل مسأطو. Ensuite, l'éducation et les soins de santé sont nécessaires à tous les enfants palestiniens Donc, nous devons contribuer à fournir ces aides ثم بعد ذلك, التعليم والتعبية يعني وكذلك Les soins de santé, العلاج, هي ضرورية لكل الأطفال الفلسطينيين إذن يجب علينا أن نساهم في مساعدتهم بهذا المساعدت أو في جمع هذا المساعدت Voilà, هذا هو الثاني المساعدت نواصل هنا Enfin, ces enfants rêvent de vivre dans un endroit qui leur offre la sécurité et la paix في النهاية, هاد الأطفال يحلمون بالعيش في مكان يوفر لهم الأمان والسلم أو الأمان والسلام Voilà, يعني هذا كذلك من les arguments اللي راح يتخدم لهذا الموضوع واللي هو توفير الأمن والسلام للأطفال الفلسطينيين هذا كما شفتوا les arguments بعد ذلك, راح نشوفوا la conclusion اللي هي الخاتمة الخاتمة يعني دعوة للمحافظة والمطالبة بحقوق الأطفال الفلسطينية Donc, en conclusion, tout le monde doit s'unir pour protéger les droits de ses enfants et n'hésitons pas à nous mobiliser pour cette noble cause Donc, en conclusion, tout le monde doit s'unir pour protéger les enfants ونحن يعني لا نتحدد في التحرك من أجل هاد القضية النبيلة Donc, هذه c'est la conclusion يعني كما شفتوا معايا أحباتي صراحة أني نتعمد ندير لكم النماذج يعني بسيطة ومصطلحات كذلك بسيطة حتى تركبوا بها هاد الأفكار يعني وتنجحوا في كتابة النموذج Voilà, هذا هو النموذج المطلوب بكترة واللي هو يعني الحقوق الأطفال الفلسطينيين هنا فقط le titre, j'crois, je crois, n'insiste بيش نقعها لكم لي هو Donnons la main aux enfants palestiniens لي نمود يد العاونة للأطفال الفلسطينيين Donc, إحنا لما تقلوا بحاد le titre حي نتفهموا باللي حي نديروا la solidarité envers les enfants palestiniens Voilà يبقى لنا النموذج الثاني هو كذلك la solidarité avec les palestiniens en general لهو التضامن مع فلسطين كذلك راهو موجود في القناة نخلي لكم الصورة تعه حاولوا فقط أنكم تقرأوه يعني راهو سهل بزف مش هنقرأو لكم دوك بس كوراني قليسوا في الفيديو السابقة إذن إن شاء الله ستستفيدوا من هاد النماذج وأي طلبات خليوا لي في التعليقات إن شاء الله نجاوبكم بكل فرح وسرور فقط أنا راني معاكم دائما مستمرة في الدعم أنتم واصلوا المراجعة بكل نشاط و بكل حزم يعني ما أبقى لكم مش بزف ديروا فرحة النجاح بين عينيكم ما أبقى سناش يعني أربع أيام خمسة أيام وسبوع يعني وإن شاء الله تفرحوا كامل وترجعوا كامل هاد الفيديوهات يعني وتبشروني بالنتائج ساكا يعني أستنى فيكم أحباتي أي سؤال راني في الخدمة في أي وقت يعني تفضلوا بالأسئلة نجاوبكم بكل فرح وسرور أبقوا على التواصل معي في التعليقات وكذلك في منتدى القناة أترككم في عائلة الحفظة والسلام الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة